طالب وزراء الزراعة بمجموعة الدول السبعة الصناعية بالتمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود هذا ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش في نيويورك هذا الأسبوع في الوقت الذي يمثل فيه الجوع تهديدا متزايدا حول العالم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب تدعيات الأزمة الأوكرانية يبقى تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على المحاك لا سيما وأن أوكرانيا وروسيا يمثلان موردين رئيسيين للحبوب والأسمدة على مستوى العالم وزراء الزراعة بمجموعة الدول السبع الصناعية طلبوا بالتمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تم توقيعه بوساطة من الأمم المتحدة في يوليو مما أتح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب روسيا أشرت إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة مؤكدة أنها لن تنظر في تمديد إضافي للاتفاق بعد الموعد المحدد إلا بعد إحراز تقدم ملموس بشأن مسألة تصدير الأغذية والأسمدة الروسية وكانت روسيا قد طلبت بتمديد الاتفاق لمدة 60 يوما فحسب في حين كانت أوكرانيا تصر على تجديد الاتفاق لمدة 120 يوما بيان مجموعة الدول السبع الصناعية أدان محاولات موسكو استخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار وللإقراه الجيوسياسي مؤكدين التزامهم بالتضامن ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحا في الحرب البيان أكد أن مجموعة السبع تقف على أهبة الاستعداد لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا بما يشمل توفير الخبرة في مجال إزالة الألغام من الأراضي الزراعية وإعادة بناء البنية التحتية الزراعية ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في نيويورك هذا الأسبوع فهل سيسفر اللقاء عن تغيير موسكو لموقفها؟ أم سيتجمد الاتفاق ويصبح رهينا للأزمة؟ قال نابو رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري ميدفيدف أنه إذا تحركت مجموعة السابع لحظر تدفق الصدرات إلى روسيا فإن موسكو سترد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا أضاف ميدفيدف أن حظر الصدرات إلى روسيا سوف يتبعه حظرا مماثلا على الصدرات من موسكو بما في ذلك فئات السلع الشد حساسية لمجموعة السابعة موسيقى